موسيقى تحدياته أولويات أمام حكومة الفخفاخ والمواطن يرفع صقف المطالب أهمها الصحة والتعليم وعلاء المعيشة ومكافحة الفساد والإرهاب موسيقى تفشي المخدرات في الوسط المدرسي والمقاربات الأمنية والصحية والتربوية تؤكد ضرورة الإحاطة بالتلاميذ والطلبة للحد من الظاهرة موسيقى خصصت جلسة عمل وزارية عقدت السبت بمقر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة لياس الفخفاخ لعرض خطة التصدي لفيروس كورونا المستجد وحضرها وزراء الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والمالية ووزير الدولة للنقل واللوجيستيك وقرر رئيس الحكومة بالمناسبة تعزيز الوسائل والتجهيزات لضمن نجاعة الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وإثر المجلس زار وزيراء الصحة والنقل مطار تونس قرطاش أمام تسارع تفشي فيروس كورونا وانتشاره على خارطة العالم قرر رئيس الحكومة لياس الفخفاخ في جلسة عمل وزرية عرضت خطة التصدي لهذا الفيروس المستجد في تونس قرر تعزيز الوسائل والتجهيزات وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتحقيق نجاعة الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وشدد الفخفاخ على ضرورة مزيد اليقظة وإلاء الأهمية القصوى للجانب الوقائي والتثقيف الصحي ومتابعة لهذا القرار والتوصيات قام عقب المجلس الوزاري وزير الصحة عبدالتيف المكي ووزير الدولة للنقل واللوجستيك أنور معروف بزيارة لمطار تونس قرطاش لمتابعة إجراءات التوقي من هذا الفيروس وزير النقل قال إنه لا وجود لأي قرار بتعليق الرحلات نحو بعض الوجهات في الوقت الحالي فيما أكد وزير الصحة عدم تسجيل تونس لأي حالة بهذا الفيروس المستجد لحد اللحظة كل التحاليل اللي كملت لم يثبت أنه عندنا إصابة وافدة بمرض الكورونا حتى وإن جاءت حالة مستوردة من الخارج بحول الليها بالإجراءات اللي شفتوها قادرين أن نتفطنوها ونقوموا بالإجراءات بدرجة ما تعملناش عدوى في البلد يعني نعتبروا أنفسنا نجحنا نجاح كامل إذا كان لقدر له جات حالات مستوردة ونجمنا نتوقوها كل الأمكانات إن شاء الله المادية والبشرية هي على ذمة الاستراتيجية هذه لأنه هي فيها مراحل وكل ما تساعد الخطر كل ما احنا ساعدنا كذلك في الخطة هذه عملنا معاينة ميدانية بش نوريه للناس أنه راهوا الوضع تحت سيطر وراه الناس قاعدة تخدم الناس قاعدة تخدم وقاعدة تقوم بواجبها وهوفرنا الإمكانيات والمجلس الوزاري امتاع اليوم أيضا ارصاد إمكانيات إضافية وضح على ذمة الوزارات المتدخلة اليوم لا حديث عن تعليق ولكن إذا استوجب الأمر أن نقوم بإجراءات إضافية لحماية البلاد سنقوم بذلك مطار تونس قرتاج الذي يعبر منه يوميا قرابة سبعة ألاف مسافر تتواصل فيه الإجراءات الوقائية بتجهيزات تقصي درجة حرارة الجسم كالتجهيزات التي يعاننا هذه هي كاميرا ترميك فيما في دستانس نأخذ تمبراتور تالي بساجي الكل وفيما هذه الترمومتر الفرانتال نأخذ بها زادة كيف كيف فيما في البساجي بطاقة صحية فيما عمروها تولي بساجي اللي همنا في الفورمولار هذه هو الأدرس العنوان بالكامل ورمرو التاليفون وكلنا معناها واقفين إن شاء الله فيما في البلاد لم يكن في المطار تونس قارتاش تولي فرانتير وإن شاء الله بإذن الله ما فيما كان الخير التوقي من فيروس كورونا مسؤولية مشتركة يحظى فيها المواطن بدور مهمة عبر الالتزام بإجراءات التوقي والسلامة مع عدم الهلع في صورة تسجيل إصابات بالفيروس حسب توصيات وزارة الصحة هذا واتخذت السلطات الجهوية للصحة بالقسرين إجراءات حمائية في معبر بوشبك الحدودي مع الجزائر مع توفير تجهيزات الطبية اللازمة لمعايرة الوافدين عبر هذا المعبر توقيا من فيروس كورونا المستجد اثر تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا بالجزائر اتخذت المندوبية الجهوية للصحة العمومية بالقسرين إجراءات وقائية بالمعبر الحدودي بوشبك وقامت بتركيز وحدة صحية مجهزة بميزان قيس الحرارة عن بعد لمعاينة الوافدين من القطر الجزائرية عبر الحدودية بإذن الله آمنة والفرق الصحية وسيتم تعزيزها خطة تدفق وخاصة المعبر بوشبك فيه تدفق كبير بالنسبة للحيدرة الوزارة الصحة خذت المستلزمات ووصلت آمس متأخرا واليوم كلمون الصباح وتوى خرجنا سيارة باش نجيب الميزان الحرارة عن بعد ويتم استكمال الوسائل في معبر حيدرة نخدم على خط تبسى الكسرين الصباح كيجينا عابرين على عبر بوشبك الحدودي قصة تخلنا البوست تزيرية قصة نسخانة في تونس يعني كيجي رجعت توم من بو من الأراضي المجاورة بس لا بيس حمد الله نفس الحكيم في هذا الإطار أكد الإطار شبه طبيب الوحدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة يشتبه في إصابتها بهذا الفيروس حتى الآن بحسب عدد من الوافدين على المعبر الحدودي بوشبكة فإن احتياطات وإجراءات ميقائية اتخذتها السلطات الجزائرية من جهتها بمختلف المعابر الحدودية والمطارات لمنع تفشي هذا الفيروس عجبتني الإجراءات التي اتخذتها الآن وإجراءات كانت في المستوى وعندنا كذلك في الجزائر نفس الإجراءات وفي انتظار تركيز وحدة صحية مجهزة بالمعبر الحدودي حيدراء تبقى الوحدة الصحية المركزة بالمعبر الحدودي بوشبكة في حاجة إلى مزيد من الدعم بالموارد البشرية والمعدات اللوجستية والطبية خاصة أن هذا المعبر يستقبل يوميا أكثر من ألف وافدنا من وإلى تونس للتلفزة الوطنية التونسية نيجر تيبي بوشبكة وفي هذا الإطار أعلنت وكالة الحماية المدنية وفاة ثمانية أشخاص آخرين في إيطاليا بسبب فيروس كورونا مما يرفع إجمالية عدد الوفيات إلى التسعى وعشرين في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو مائتين واربعين شخصا آخرين بالفيروس خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية وفي فرنسا ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى مائة حالة كما توفي شخصان من بين هذه الحالات وشفية إثنى عشر فيما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في إسبانيا إلى إثنتين وخمسين حالة في عدة جهات من البلاد عودة إلى الشأن الوطني ورسميا باشرت حكومة الياس الفخفاخ مهامها لتواجه وتطلبات وضعا اقتصاديا واجتماعيا دقيق أمل بعدم تكرر سيناريوات قرطج واحدة وبرد واحدة والقصبة واحد عبر عنه صراحة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ حين تسلم مهامه أمس خلال موكب رسميا في تدليل على حاجة للاستقرار سياسي ولسلم اجتماعي للانصراف إلى العمل ومباشرة إصلاحات عميقة وذلك بدعم من رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والشارع التونسي أنا منيش جاي ومحظر روحي باش نخرج جاي ومحظر روحي باش نقعد لأنه مش لأني نحب نقعد لأني مش لأني نحب المنصب لأنه لحقيقة بلادنا تعبت من تغيير الحكومات معنا ثمانية سنين وإحنا كل عام حكومة وأنا تعديت بفترة ونعرف اللي عام ما يكفيش بشوية حد ينطلق حقيقة رغم كل اللي عملتوه لياس الفخفاخ كان قد ضبط الأولويات العاجلة لحكومته وطبقا لمعالنه خلال خطاب منح الثقة في البرلمان في استرجاع الأمن وتحسين القدرة الشرائية وإنعاش الاقتصاد وتقليص العجز التجاري للدفاع عن الدينار ومكافحة الفساد وتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة واعتماد حلا شامل لأزمة الحوض المنجمي وإجاد آلية لعمال الحضائر والمعلمين والنواب وهذا في تطبق مع المذكرة التعاقدية التي وقعها وقيادات الأحزاب الداعمة في مسعى للتسيس لنجاح يترجى ملاحقا بتقدم البلاد وتحسن مؤشراتها وظروف حياة مواطنيها لكن النواي الحسن الضرورية قد لا تكفي لتغيير الأوضاع التي تحتاجها الحكومة الجديدة تشخيصا أكثر دقة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بكل متطلبته ولحلول الملفات الحارقة مع ضبط أسقف زمنية وهذا في تناغم مع الشركاء السياسيين والمنظمات الوطنية والملفات الحارقة التي تصنف تماثلات لقطاعات متأزمة على خلفية نقص في الموارد وضعف في الحوكمة أو غيرها تتصل أولا بإنعاش الاقتصاد دون السقوط في مزيد من العجز وهذا في ظل صعوبة وضع المالية العمومية ونسبة التدائن والعجز التجاري وضعف نسبة النمو واردفاع النفقات ملفات تحتاج إذن وضع تصور واستراتيجية معمقة وتعبئة موارد إضافية مع أخذ بتعهدات الحكومات السابقة وتطبيقنا الاتفاقية المبرمة لتفادي التوترات الاجتماعية وثانيا المرور إلى جملة من الإصلاحات على عدة مستويات على غيرار الصندوق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وبعضها بلغت مستويات مراكمة عالية للخسائر بشكل يستنسف جهد الدولة وكذلك تفعيل مقاربة ناجعة وشاملة لأزمة الحوض المنجمي للحصول على نسق إنتاج معقول على أمل استرجاع للأسواق وهذا بالتوازي مع حداث حوافز لتحسين منخ العمل والاستثمار عبر تخفيف الضغط الجبائي وترميم منظومات انفلاحية ترأت وإعادة النظر مع شركاء الأوروبيين في اتفاقية التبادل للحر الشاب والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي المعروف بالآليكا التي شكلت موضوع جدل بين الأطراف المهنية والسياسية بمن فيها المشاركة في الائتلاف الحاكم الآن وكل هذا سيترفق بالعمل على مقاومة التهريب وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي مع عمل المضاعف على تطوير منظومات الخدمات العامة المتدهورة في مجالات الصحة والتربية والنقل غير أن الانصراف إلى هذه الملفات الحارقة يبقى رهين توفق إلى مكافحة فساد استشرى وصارت تكلفته بعضة على المجموعة الوطنية اليس الفخفاخ يقول أن الإرادة موجودة يستند في ذلك إلى دراية شخصية بعمليات التحكيم المالي وإلى ما قدموا حرصا من حكومتي على تنفيذ مشروع ينقضي تونس وإصلاح أوضاعها الحكومة الجديدة والإصلاحات التي يجب أن تنطلق فيها كما يراها تونسيون ترصدها كاميرا الأخبار الساعات الأولى في عمر حكومة إلياس الفخفاخ بعد التسلم الرسمي للمهامة ملفات عاجلة وأخرى آجلة على طاولة رئيس الحكومة والوزراء فأي إصلاحات وجب الانطلاق منها من منظور التونسي شعب يريد برشح ويش يريد الإصلاحات يريد القضاء على الفقر يريد القضاء على البطالة يريد التشغيل وهذه الشعارات التي ترفعت أربعتها جافة الوضعيات كلها تستوجب حالات استعجالية الشغل الحرية كرم وطني لكن حتى في برنامج في الشغل الحرية كرم وطني وما تنسيش السياحة زادة وما تنسيش الارهاب الله يرد عليكم الارهاب أقبل كل شيء صحة لديك أول حاجة وعندك تعليم مقاومة الفساد أول حاجة ومعها ومبراللة معها هي الابتصاد وزيري باش يخدم بإدارة باش يخدم بقوانين باش يخدم بعباد إذن يعني ما يوجد الشخص هو الشغير يزن مكينها كاملة رسالة التونسي للوزراء ورئيس الحكومة تتركز أساسا على الدعوة للعمل نخدم على روحك وكون مثال أنت للمواطن التونسي العمل ثم العمل ثم العمل نحطوا اليد في اليد حتى يقروا بعضهم على خطر تونس يزن نحبوا بعضنا شوية إحساس بالوطنية يبدأ يخدم دوسية اليراق تحت الدرج ننتظر إنجازاتك لنحكم عليك أو نحكم إليك إن شاء الله يصلح الرأي وإن شاء الله ربي معناه ينقذون أهل البلاد إن شاء الله رأي تحسن الظن وتكون تونس عزيزة رأي تونس رأي تونس رأي إن شاء الله بنيتي يخدم تونس بحقيق مسيرة الحكومة الجديدة تنطرق في مسار ترسمه متطالبات مرحلة اقتصادية واجتماعية يؤمل أن تتحسن مؤشراتها نحب اليوم تونس وردة إن شاء الله تقعد ديما وردة بجاه النبي محمد الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي مثلا موضوع ندوة وطنية طرحت وقع هذه الظاهرة وسبول معالجتها المخدرات في الوسط المدرسي هذه الظاهرة التي تشير لغة الأرقام الواردة في سجلات قضايا المخدرات التي وقع مباشرتها على مستوى وطني أن قرابة الأربعة في المئة من جملة المستهلكين هم تلاميذ أو طلبة رقم قدم في الندوة الوطنية حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي بهدف الاهتداء إلى سبول تطويق هذه الظاهرة ومعالجتها الظاهرة أصبحت منتشرة بصيفة خطيرة وخاصة في المدارس نتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في الحد من هذه الظاهرة نتناقش في هذا الموضوع نشوف المسببات نشوف الحلول نشوف كيفية الإحاطة بوليتنا خاصة أن الآفة هذه المستفحلة والتي هي قاعدة الضر ليس فقط بالمعنى بالأمر إنما كذلك بأسرة بأتمها الندوة التي تم خلالها أمضاء اتفاقية تعاون بين بلدية تونس والمنظمة التونسية للتربية والأسرة في المجال البيئي عرضت فيها جملة من المداخلات حول المقاربة الصحية والتربوية والأمنية مع طرح واقع المخدرات في الوسط المدرسي الطفل بالإضافة إلى وضعية تهديد اللي يعيشها يعيش صعوبة وانعزيل مجتمعي وليتصرف بطريقة غير واعية ويحط روحه في إشكالية تنجم الدنبر لوحيته تنجم تأدي للمقطاع المدرسي نسبة للإشعارات من دبي حماية طفولة نلقاوا أكثر من 17 ألف إشعار بطفولة مهدة منهم نلقاوا معناتها العجز عن الإحاطة والتربية اللي تدخل فيه ذلك المخدرات هو أعلى نسبة يعني أكثر من 25% تقريبا لمولادنا عندهم فضاء مفتوح يقتبسوا منه كل صور ذهنية الرمزية الجيدة للانحراف وبالتالي هما بشي ولدوا هالنماذج هذه أولياء يجب أن يخرطوا من جديد في متابعة وإلا في مصاحبة أبنائهم لأنه أمر مهم جدا اليوم أن الولي يكون قريب من ولده فما حتى المخدرات الكيميائية اللي هي تتسرب وموجودة في خارج الفضاء المدرسي وفي داخل وسط المدرسي فما رزق حالات المخدرات هذه وقاعدين نبدل في مجهود لوضع معلتها استراتيجية لحماية أطفالنا تقليدا أو تجربة يمضي شباب أو الأطفال حتى منهم أقل سنا من 15 عاما وراء هذه السموم في ظل نقص مؤسسات الإحاطة والعلاج في الشأن العربية وتحديدا من سوريا حيثه طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تتنحى روسيا جانبا من سوريا يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه القوى الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية في شمال سوريا وكأن بالشمال السوري قد بات على حافة حرب شاملة تهيئت لها كل الأسباب فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تتنحى روسيا جانبا في سوريا وتترك لتركيا تعامل مع القوات السورية بمفردها فيما وصلت قوات الجيش السوري الاستمرار في استدثى القوات التركية في سوريا بدعم روسي مع استمرار نزوح المئات الألاف من السكان عند الحدود السورية التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي التنحي جانبا وتركت تركيا تفعل ما تره ضروريا مع قوات الجيش السوري والذي أضاف أن بلاده لا تنوي مغادرة سوريا في الوقت الحالي أكد أن بلاده فتحت حدودها مع القارة الأوروبية ما سمح بعبور 18 ألف مهاجر إلى الدول الأوروبية على الأرض قال المرسد السوري لحقوق الإنسان أن ضربات جوية وبرية تركية على القوات السورية وحلفائها في إدلب أصفرت عن مقتل 48 من قوات الجيش السوري والمسلحين الموالين لها في الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضاف المرسد أن طائرات مقاتلة سورية وروسية واصلت شن ضربات جوية على مدينة سرقبل استراتيجية في إدلب والتي تمثل بؤرة للقتال المتصاعد في الآوينة الأخيرة بين دمشق ومقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا في السياق ذاته قال قائد عسكري في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد أن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر ليلة الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة حزب الله وإصابة ثلاثين آخرين مضيفا أن ضربات تركيا استهدفت مقرا لحزب الله قرب مدينة سراقب في إدلب استخدام قضائف ذكية وطائرات مسيرة هكذا أحدث في شمال سوريا تصدرت الاهتمام القيمي والدولي إذ عالمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتراش أمس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري ليطلق النار قبل أن يخرج الوضع بالكامل عن السيطرة فيما دعت الجامعة العربية على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيت إلى وقف فوري ليطلق النار في شمال غربي سوريا أشهد الرئيس الأمريكي دون ترامب بالاتفاق الذي وقعته بلاده مع حركة طالبان الأفغانية قال إنه سيجتمع بشكل شخصي مع قادة الحركة في المستقبل القريب وأضاف ترامب أن على دول جوال أفغانستان المساعدة في الحفاظ على الاستقرار هناك عقب الاتفاق الذي قد يمهد طريق الانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بشكل كامل ويشكل خطوة على طريق إنهاء الحرب الدائرة هناك منذ ثمانية عشر عاما إلى أخبار الرياضة الآن حيث فاز الوداد البيضاء والمغربية السبت في دار البيضاء على النجم الساحلي بهدفين لسفر في ذهاب ربع نهائي كأس ربيطة أبطالي إفريقيا لكرة القدم وسجل محمد نهيري هدفي الوداد في الدقيقتين الحادية عشرة والرابعة والخمسين أعتبر الفريقان بعد أسبوع إيابا في ملعب رادس بتونس العاصمة دارت السبت مباريات الدفعة الثانية من الدور السادس عشر من مسبقة كأس تونس لكرة القدم مصفرة عن تآهل النادي الإفريقي والتحاد تطوين وسبورتينغ بن عروس وهلال الشابة ووداد الحامع إلى الدور ثمن النهائي نجح النادي الإفريقي في العودة من ملعب حمد العواني ببطاقة العبور لثمن نهائي كأس لحبيب بورقيبة لكرة القدم إثر فوزي على الشابيبة القاروانية بثلاثية نظيفة ضمن الدور السادس عشر الشاب خليل القصاب أمهل أصحاب الأرض ثلاثة دقائق فقط قبل أن يفتتح التشجيل صارح فريق بابجدي الذي تابع محاولاته الهجومية وتوصل إلى إضافة الهدف الثاني عبر وجد السحلي ثم جاء الدور على أحمد خليل يختتم ثلاثية الأفريقي في الدقيقة الخامسة والستين وفي مباراة شهدت تسجيل ستة أهداف تغلب اتحاد تطوين على جمعية أريانا بأربعة أهداف مقابلة هدفين التقدم المحليون بهدف محمد علي عبد السلام قبل أن يدرك أمين مكور التعادل من ضربة جزاء ليعود محمد علي عبد السلام ويضع اتحاد تطوين في المقدمة بهدف ثاني تلاه آخر ثالث سجله سند لخنيتي فيما وقع جزائري نذير القراش على رابع أهداف فريقه الذي تلقت شباكه هدفا ثانيا سجله رامي خليف في الوقت البديل من اللقاء أما مواجهة هلال الشابة واتحاد بن جردان فقد تم خلالها الاحتكام إلى ضربات الجزاء بعد نهاية وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف ركلات رجحت كفة هلال الشابة بواقع خمس ضربات ناجحة مقابل ثلاثا لاتحاد بن جردان الذي غادر سباكاركاس كما التحق سبورتيك بن عروس بركب المتأهلين بعد فوزه على مضيفه نادي كرة القدم بمنزل ثمين بهدفين مقابل هدف واحد في حين تأهل وداد الحامة بدوره لثمن نيائي عقب تغلبه بركلات الترجيح على مضيفه معالي سجنان بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشر وأذكركم بأبرز ما جاء فيها في عنوي توقيا من فيروس كورونا رئيس الحكومة يوصي بتعزيز الوسائل والتجهيزات لضمان نجاعة الخطط الوطنية للتصدي لهذا الفيروس وتأكيد عدم تسجيل أي إصابة في تونس حتى الآن تحديات وأولويات أمام حكومة الفخفاخ والمواطن يرفع صقف المطالب أهمها الصحة والتعليم وغلاء المعيشة ومكافحة الفساد والإرهاب تفشي المخدرات في الوسط المدرسي والمقاربات الأمنية والصحية والتربوية تؤكد ضرورة الإحاطة بالتلميذ والطلبة للحد من هذه الظاهرة شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة والاهتمام في إمان له